نحن بعض الحالات ننحرج أنا شخصياً أنا حرج مع كثير من المؤمنين الآن نجي مجلس في مناسبة سواء زواج أو فاتحة أو أفراح أو أحزان أو ما أشبه ذلك واحد يريد يقعد في المكان اللي ناسبه الآن لازم تقوم لواحد من مكان تحت تقعدين في مكان ته ليش؟ فعلاً ننحرج بعض الحالات نتوسل بالناس أنه لا تقدمونا يعني لا تحرجونا مع الآخرين خب هذا جاي من ساعة قاعد في مكان ته أنت بتقومه حتى تقعدني؟ أو بعض الحالات أنا أنحرج أجي في زواج ممكن أنا ما صاير بس في مناطق ثانا صاير قوب النص صافة سرى مننا إلى الباب الخارجي يسلمون طريقة الناس الآن في الزواج ما شكل أو في الفواتح صافين صار أخوب واقفين حتى يسلمون أنت بأي عنوان تأخذني تقدمني على كل هؤلاء وتحرجني ويا الناس طيب وهذا مواقف وهذا مؤادمي مثلي قاعد الصاف صار مسكين حتى يريد أن يذهب إلى أشغاله تأتي تجرني من أيدي تقدمني على مئة نفر قدامي هذا مو حراج خلاف التواضع لازم أصف صار مثل الباقي على ما يجي دوري بعد رب ساعة خلي جير دوري بعد رب ساعة والله شيخنا أنت لك مكانتك أدري إلي مكانتي بس خب مو عن حساب الآخرين يقول لسنا لازم يعرف قيمة نفسها يعني يتقال إحنا بس لبس نعمامنا صارت على رأسنا كليش يعني لا شوفوا وترضى بالمجلس دون المجلس خلاص وين ما تيجي يقعد ولازم نتعامل بهذه الطريقة نعم يمكن والله تقوله لا لازم نحترم بعضنا البعض لازم نخلي كل واحد بمكانته وما يصير إن واحد يجي يقعد عند محل النعل أنا شفت أنا شفت مراجع مين يجي يقعد وين ما يقعد عند النعل يقعد خلاص هو قيمة الإنسان هنا تبين مو إلا لازم أروح في صدر المجلس موسيقى